Clinical Picture of AML المظاهر السريرية لسرطان الدم النقوي الحاد يوجد سرطان الدم النقوي الحاد في الدم ونخاع العظام والأنسيجة الإسفنجية الحمراء في الجزء الداخلي من النخاع العظمي ومع نمو خلايا سرطان الدم فإنها تزاحم الخلايا الطبيعية في النخاع العظمي وهذا يمكن أن يمنع نخاع العظم من إنتاج ما يكفي من أنواع مختلفة من خلايا دم سليمة سرطان الدم النقوي الحاد يتطلب علاجا فوريا بسبب تطور السريع وتجمع الخلايا السرطانية التي تخرج من الدم وتنتشر إلى أعضاء أخرى هو كذلك النوع الأكثر شيوعا من سرطان الدم الحاد لدى البالغين تظهر المظاهر السريرية لسرطان الدم النقوي الحاد إما من تكاثر خلايا سرطان الدم أو من فشل نخاع العظم الذي يؤدي إلى انخفاض في الخلايا الطبيعية فأشعر الشخص الذي يعاني من سرطان الدم النقوي الحاد بفقدان الطاقة وذلك بسبب نقص إنتاج خلايا الدم الطبيعية يمكن أن ينتشر هذا النوع من السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم كالطحال والكبد والدماغ وغيرها من أعضاء الجسم المختلفة وبالتالي فإن خلايا سرطان الدم عندما تتسلل إلى الأنسجة قد تؤدي إلى تضخم الكبد وتضخم الطحال وتسلل الجلد وتورم ونزف اللفة وذلك يحدث كأثر غير مباشر لانتشار سرطان الدم مما يؤدي إلى تدمير الخلايا العالي وقد يحدث فرط حمض اليوريك في الدم وأحيانا الفشل الكلوي فيؤدي فشل تكون خلايا دم سليمة إلى السمات السريرية لفقر الدم وقلة العدلات ونقص الصفائح الدموية وبالتالي تظهر بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى ظهور سرطان الدم النقوي الحاد مثل الضعف والوهن الخفقان أي تسارع ضربات القلب ضيق التنفس عند بذل الجهد يعاني كذلك المصاب بسرطان الدم النقوي الحاد من سهولة التعرض إلى الكدمات وذلك بسبب نقص الصفائح الدموية وأيضا قد يعاني من ظهور بوقع حمراء على الجلد تسمى نمشات تؤدي كذلك قلة العدلات نيتروفيلز في سرطان الدم النقوي الحاد إلى مظاهر معدية كالبثور أو غيرها من الالتهابات القيحية الطفيفة في الجلد والجروح ترجمة نانسي قنقر